سؤال الثاني اللي معانا هل النذر يورس؟ النذر عبادة في يعني وهو موجود في الشرع معناه في الشرع النذر إنه هو إلزام المكلف نفسه وباختياره هو شيء لله تعالى من غير ما يكون الشيء ده لازم عليه في الأصل يعني هو بيلزم نفسه بقربة بعبادة ولله تعالى إن عبادة النذر في العموم هي مشروعة في الجمل لقول الله تعالى في شأن الأبرار وصفات الأبرار يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها إن سدن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه إنت أوجبت على نفسك قربة معينة وعبادة معينة أعملها ولازم تكون فطاع يوفي الإنسان بهذا النذر طيب بالنسبة بخصوص السؤال اللي إحنا في رحابة يعني إذا نذر الإنسان شيء وبعدين مات قبل أنه هو ما يوفي بالنذر ده هل بيقول النذر ده لورثته وبيقتطع من تركته للوفاء بالنذر نأكد على إنه إن النذر لا يخلو من إنه يكون الإنسان ده نذر نذر بمال يطلع قدر من المال أو بعبادة أو بعبادة تقبل يعني النيابة عنه في كلتا الحالتين بيستحب استحبابا أكيدا الوفاء به من تركته يعني قبل ما نقسم نطلع هذا الحق الذي عليه إلا ألزم به نفسه تبرئة لدمة المتوف لكن لا يجب في تركته إلا إذا أوصى فيخرج من تلت الترك ليه؟ هذا هو ما عليه الفاتو اختيارهم الفقه مع من رأى من الفقهاء إنه لازم يوصي عشان يجب إنه يخرج من الترك لكن برضو هناك من المذاهب من لا يشترط الإيصاء أنا النهاردة أو جبت على نفسي نذر ومت فييجي الورثة اللي بقى أنا ما وصتش هناك من المذاهب من لا يشترط الإيصاء ويوجب على الورثة إنه هم يطلعوا النذر اللي على المتوف زي مين؟ زي الشافعية في الجديد والحنابلة في المعتمد فهم يرون وجوب الوفاء بنذره عشان كده إحنا بندعو الأولياء أن يقومون بالوفاء بجميع ديون المتوفة من تركته ما أمكن سواء ما تعلق منها بقى بحقوق العباد زي ديون عليه للخلق أو حقوق لله تعالى أشبه بهذا الأمر وهو وجود النذر الذي أوجبه على نفسه ولم يستطع أو وفته المنية قبل أن يقوم بالوفاء به نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى